هل يطار التوم بيعتبر اقوى مضاد حيوى على وجه الارض? وليه احيانا لما نيجي نعمل عملية تجميد التوم او تفريز التوم بيتحول لونه في الفريزر للون الاصفر? واحيانا تانية لما نيجي نشوح التوم في سمنة او زيت بيتحول لونه للون المغدر او اللون المزرق. هل تغير لون التوم بيعتبر دليل على فساده? السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب اكونوا بخير النهاردة هنتكلم عن موضوع التوم بمناسبة وجود التوم البلدي حاليا في السوق. وناس كتير بتشتري كميات كبيرة من التوم عشان تعمله عملية تفريز عشان لما تحتاج منه طول السنة. بس كالعادة قبل من ابدأ حلقاتنا مش محتاجة اذكر حضراتكم ان المحتوى الهادف بيموت بالمتابعة الصمتة. تعليق حضرتك ومشاركتك بيوصل الفيديو لعدد اكبر من الناس. في البداية كده موضوع ان التوم اقوى مضاد حيوي. احنا اتفقنا قبل كده ان اقوى مضاد والعلم لا يعرف المبالغات ولا يعرف الافوار. ناس كتير برضو بتيجي تتكلم عن عسل المنوكة بتقولوا ان هو اقوى مضاد حيوي. كلمة اقوى مضاد حيوي دي لما تيجي تسمعها تعرف ان الكلام بعيد عن العلم. لان مفيش مادة ببساطة. الانسان ممكن يتناولها بيتكون قادرة على القضاء على كل الانواع البكتيري. لان البكتيريا دي انواع منها السل بليجرام ومنها الموجة بليجرام. يعني دونية تانية البكتيريا دي عبارة عن عالم لوحده كده. مفيش مادة واحدة اقدرة كلها وتقضي على جميع انواع البكتيريا. لان دوت لو كان موجود كان الانسان قدر يتغلب على او بيقى بكتيرية كتير حصدت ملايين البشر على مدار التاريخ. زي السل والكوليرا والطاعون وغيرها من الامراض البكتيرية. اللي تسببت في وفاة ملايين البشر وكان التوم موجود والانسان مقدرش يستخدم التوم وصاد الامراض البكتيريا دي لان ببساطة التوم ما يبيقدرش عليها او ما يقدرش يقتله. طيب ايه الكلام العلمي المزبوط اللي نقدر نقوله عن التوم? ويبقى كلامنا علميا صحيح. التوم في بعض المواد الكابريتية اللي بتعتبر مضادة لبعض انواع البكتيريا وبعض انواع الفطريات وبعض انواع التوفيليات. كلمة بعض دي يعني في حاجات التوم يقدر يعملها. يقدر يعالجنا من بعض الحاجات ازا استخدمناها بالشكل الصحيح. وفيه حاجات تانية التوم ما يقدرش عليها. ده الكلام العلمي المظبوط. نيجي بقى الموضوع تغير لون التوم. تغير لون التوم للون الاصفر. احيانا ست البيت لما تيجي تجيب كمية من التوم البلدي. وتعمل لها عملية تفريز تفرمها في الكبة مسلا. وتحطها في الفريزر. التوم بيتحول للون الاصفر. تحول آآ التوم للون الاصفر ده بيكون بسبب ايه? بسبب ان لما فرمنا التوم ممكن نكون سبناه شوية قبل ما نحطه في الفريزر. او نيكون الصنف بتاع التوم بيصفر بسهولة. او يكون الفريزر عندي بطيء في عملية التجميد. حصل ايه لما فرمنا التوم? تكون المادة الفعالة اللي موجودة في التوم اللي هي الاليسين. وبعد لما اتكونت اتسابت برا التلاجة فالمادة الفعالة دي اتكسرت. يعني اتحدت مع الاكسجين اللي موجود في الهواء الجوي. وتأكسدت فتغير لونها. من لون التوم المعروف للون المسفر. طيب ده دليل على ان التوم اصبح غير صالح للاستخدام. التوم هنا بيعتبر منكه. يعني ممكن احطه على الاكل عشان يكسبه نكهة التوم. انما التوم هنا فقط جزء كبير من قيمته الغذائية عشان مادة الاليسين نفسها. اللي هي المادة الرئيسية اللي بنعتمد عليها في فوائد التوم. حصل لها عملية اكسادة او تكسير. يبقى التوم هنا مش فاسد ولكن قيمته الغذائية قلي. طيب احيانا تانية بنيجي نفروم التوم او او نقطع التوم حتة صغيرة ونيجي نحطه في مادة دهنية على النار. نلاقي لونه اتغير بقى لون مزرق او لون مغدر شوي. وده برضو احيانا بيحصل لما نقطع التوم ونحطه مع برتمان المخلل. سواء بنعمل خيار مخلل او لفت مخلل بنحط قطع توم مع التخليل نلاقي التوم اتغير للون المزرق. ده بيكون بسبب ايه? بيكون بسبب تفاعل الانزيمات اللي بيطلعها التوم لان التوم اول ما بنقطعه بيطلع انزيمات نباتية اللي هو انزيم الالينيز اللي بيحول الالين للاليسين اللي احنا اتكلمنا عنه في حلقات قبل كده. الانزيم ده بيتفاعل مع بعض المواد الكابرتية اللي موجودة في التوم. والتفاعل ده بينتج عنه مواد لونها مغدر او لونها مزرق او لونها اخدر مزرق. يعني لون الفيروزي اللي بيباني على بعض فصوص التوم المتقطعة او اللي احنا حطناها على النار. ارتفاع درجة الحرارة وزيادة الحموضة بيزود فرص تكون اللون الفيروزي او لون المغدر دوت. طيب هل ده برضو معناه ان التوم كده اصبح فاسد ونرميه? التوم هنا بيكون برضو قيمته الغذائية بدأت تقل شوية? انما لم يتحول الى الطعام الفاسد اللي انا اقدر اقول لك به ارمي التوم خالص. طيب امتى نستغنى عن كمية التوم اللي احنا عملناها عملية تفريز? لما التوم يفرز بعض المواد اللازجة. او تتحول ريحته لرائحة كريهة. او يتحول لونه للون الغامق. ده معناه ان التوم فسد ونمى عليه بعض انواع البكتيريا وبعض انواع الفطريات اللي ممكن تكون مضرة بالنسبة. وده برضو اكبر دليل على ان التوم ممكن يفسد وممكن تنمو عليه فطريات وممكن تنمو عليه بكتيريا. لو كان التوم اقوى مضاد حيوي كان هيبقى غذاء غير قبل الفساد ولكن بيفسد وممكن كمان محصول التوم وهو في الغيط يصب بعض انواع الفطريات. ده دليل على ان التوم له قدرة معينة يقدر يعمل بعض الحاجات وفيه حاجات ما يقدرش يعملها وده اللي احنا عايزين نوصله للناس ببساطة ان مفيش غذاء خارق وما ينفعش الانسان يعتقد ان فيه غذاء له قدرات خارقة لان الكلام ده زي ما قلنا بعيد تماما عن العلم. خلاصة الحلقة النهاردة تغير اللون التوم للون الاصفر او اللون المزرق دليل على نقص القيمة الغذائية ومش دليل على ان التوم فسد والحاجة التانية ان التوم له مقدرة على قتل بعض انواع البكتيريا او الحد من نموه بعض انواع البكتيريا ولكن ما قدرش يسميه اقوى مضاد دحيوي على وجه الارض. وكنا اتكلمنا قبل كده عن موضوع تفريز التوم بالتفصيل في فيديو قديم شوية هنسيب لكم رابط الحلقة في اول تعليق. يا رب اكون ادار تفيد حضراتكم النهاردة بمعلومة واشوفكم على خير الفيديو جاي.